بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرتنا اليوم الميكانيك الهندسي مبادئ الميكانيك الهندسي اشلون نقد اقدر اشرح لكم الميكانيك الهندسي بصورة مبسطة كلش يقول الميكانيك الهندسي هو علم الفيزياء التي تحكم بحركة الأجسام اول كلمة ممكن نركز عليها هي بادي لتيكيش يعني هناك حالات خاصة نحن لن نتطلق لهذه الحالات الخاصة بعدين شي يقول لك يقول لك ممكن تجي قوة مثل سمعتني دكتور فالمعلومة الأولى اللي نزرعت دماغكم فالشي اسمه بودي الأجسام بعدين نقول إذا تجي قوة تأثر على جسم هذا الجسم بي أكشن بي أكشن أو ست على سطح آخر يعني جالس على سطح آخر واللي بسبب القوة اللي أثرت عليه راح تسبب لحركة مثل عندنا هذه قوة جدت أثرت على جسم هذا الجسم جالس على جسم آخر شمه ما راح تأثر عليه هذه القوة هذا الجسم ما راح يتحرك ما راح تصير بي موشن ما راح تصير بي حركة إذن هذا الجسم متزن هذا جسم آخر متعرض إلى قوة قيمتها بي وقوة أخرى تساويها بالقيمة تعاكسها بالاتجاه اسمها آر هذه القوة آر إذا كانت أعلى من بي فإن الجسم سيمشي أو سيتحرك باتجاه الأف وإذا كانت قيمة آر تساويها بالقيمة وتعاكسها بالاتجاه فالجسم راح يبقى ثابت ما يتحرك وبالتالي هذا الجسم شبيه أكولي بريام متزن أكو أجسام أخرى تجلس على سطوح قد تكون ملسا تتعرض إلى قوة مثل قوة F ورح تبدي بالحركة فهذه الأجسام هي أجسام غير متزنة or not equilibrium bodies بعد شنو هنا عندك يقول لك يقول لك يعني تصير بريام مثل هذا البودي هذا البودي اللي إجدتي عليه قوة مقدارها P راح تتعرض إلىها ريأكشن راح يصير إلىها ردة فعل منه ردة فعل؟ ردة فعل هذا السطح مدى يخلي هذه القوة تدفع هذا الجسم فراح يصير لها ريأكشن اسمه R وبسبب الاحتكاك ما للبودي اللي قاعد على هذا السطح فراح يصير عندي احتكاك يولد قوة اسمها F الـ F هذه هي friction احتكاك إجا مين إجا بسبب قوة خارجية اسمها P وهذه الـ R اسمها ريأكشن إجدتي بسبب هذا السطح اللي مدى يخلي هذا البودي يتحرك وبالتالي هذا البودي متزن بسبب السطح اللي جالس عليه اللي هو الأكوليبر يوم الفقرة الأخرى acceleration of the bodies إجا إجا سطح بودي قاعد على سطح أملس سموث أملس هذا البودي الجسم متعرض إلى فورس قوة هذه الفورس حتدفع هذا البودي هذا البودي ما عنده أي شي يسوي ريأكشنز لهذه القوة السطح ما لتأملس وما عنده منافت شي يعاكس هذه القوة بالاتجاه أو يساويها بالقيمة فإذن هذا الجسم not equilibrium رح يمشي رح يمشي بفورس تساوي N في A mass في acceleration تمام هنا رح نجي شي يقول لك يقول لك ميكانيكس deals only with rigid bodies وهي الأجسام الصليبة فقط الهندسة الميكانيكة رح ندرسها هي تتعامل مع الأجسام الصليبة فقط the bodies on which all particles remain at fix distance from each other الأجسام الصليبة اللي تجلس على أجسام fixed ثابتة هذا rigid body نحن نتعامل بالإكوليبر يوم وهي rigid bodies هسا كل هذا كل هذا الكلام اللي شرحت هسا وين وصلنا وصلنا فاتشي اسم force system عرفنا فاتشي اسم body هسا فاتشي اسم force system force system is a number of forces acting in a giving situation هو مجموعة عدد من القوى acting in a giving situation يعني act تعرض على حالات معطات حالات معطات ويقوم بإمكان العمل من القوى من القوى من القوى من القوى من القوى يعني شي يقول القوى تجي تتعرض عدد من القوى تتعرض على حالات حالات معينة ممكن تصنيف هذه القوى يقول لك قوى متوازية قوى أفقية قوى عمودية قوى couples يعني وحدة تعاكس الأخرى وتساويها بالمقدار إلى آخره The result The resultant of the force system is the simplest force system which can replace the original system without changing its external effect on a rigid body هذه القوى البوديز من تجي عليها قوى شو تسوي هذه البوديز راح تحاول تسوي مقاومة إلى هذه القوى يعني تجر من تتخلي إيدك على حيط وتريد تدفع على الحيط إذا أنت تدفع بقوى X وهو الحيط يقدر يقاوم هذه القوى ما راح تقدر تدفع لهذا الحيط وتوقع ليش لأنه تسوي مقاومة إلا أنه إذا كان هذا الحيط ويك هذا الجدار كان ويك ضعيف وإنت تدفع حيل وراح يوقع إذا نقول إحنا ما لهذا الجدار للقوة اللي أنت سلط عليها كانت ضعيفة لذلك ما قدر يسوي ووقع زيان فعدنا القوة مرات القوة تساوي صفر الموما تلا يساوي صفر إلى آخر لا أحب أدوقكم بهذه الأمور الأمور كلش بسيطة ورا الفورس عندي بالبداية شرحنا البودي وشرحنا الفورس هسا شنو راح أجي على فتش اسمه فيكتور الفكتور هو متجه اسكلار كوانتيتي is one which has only magnitude عندها قيمة such as mass or volume كتلة أو حجم الفكتور شنو عدي أهم شي بين نقطين عندي فري فيكتور has simplified slope and sense but does not act through a particular point عندي بالمتجه أهم شي اتجاه ونقطة تأثير عندي بعد شنو localized vector has a defined line of action act through a particular point عند نقطة تأثير يجي يأثر عليها نقطة تأثير ونقول يأثر من خلالها for example the force P on the beam shown in the figure and M plus and momentum هذه القوة التي تأثر على هذا beam تأثير impulse ونقول momentum تمام حسنة شنو راح نجي عرفنا body وعرفنا نظام القوة وعرفنا المتجهات المتجهات لها نقطة وإلها اتجاه وصلنا لل force الف شنو بيها من نيش تتكون الف تتكون من قيمة واتجاه ونقطة تأثير قيمة واتجاه ونقطة تأثير مثلا بهذا الشكل عدنا نقطة اسمها O or اسمها dot هذه dot منطلق من عندها سهم هذا السهم شون نعرف قوة لأنه بقيمة F تساوي 10 نيوتن وبها اتجاه تميل هذه F عن المحور الأفقي X بزاوية قيمتها theta slope ميالان وبيها نقطة تأثير هي dot اكو قوة اخرى عندي هنانا هم اسمها F الماغنيتيود مالتها 10 قيمتها 10 زاوية الميالان مالتها هي 3 الى 4 هي 3 الى 4 نقطة التأثير مالتها هي اي احداثيات اي نقطة التأثير هي 2 بال x 2 بال y شوكت استفاد من هذه الثيتا وما تعني شوكت استفاد من هذا الميالان وماذا يعني راح نجي نشرحها خطوة بخطوة هناش عدنه عجينا نقول تحليل القوة شنو هو انبدل القوة انبدل نظام القوة بنتائجها كل قوة الها قوة كل قوة مائلة الها قوة افقية والها قوة عمودية فبني يقول لك حلل لي هذه القوة انت لازم تطلع لها القوة الافقية والقوة العمودية شلون نحلل هذه القوة الافقية والقوة العمودية يقول باستخدام الكوساين لو وباستخدام الساين لو شنو الكوساين لو عندك هذه القوة R تتحلل الى قوتين افقية وعمودية القوة الافقية تميل عن R بزاوية اسمها ألفا وهذا المثلث dot q هذه القوة أو هذه القوة العمودية تجيبها تخليها هنا يعني موازية لها بالضبط فراح تميل عن القوة الأفقية بزاوية مقدارها شقد مقدارها ثيتا فشي يقول القانون الcosine law اللي تحفظه اللي هو الدستور يشبه الدستور يمكن أوه اسمه r تساوي p سكوير زائد q سكوير ناقص 2p في q في cos ثيتا الكل تحت الجذر أو اس أو بوينت فايف معناتها اس نص أو تحت الجذر مزيلا شلون تحسب الvalue مع الألفة شي تساوي لهذه الألفة يقول لك المقابل اللي هو هذا الq من o إلى q المقابل على sin alpha sin alpha شي تساوي لسين alpha المقابل على المجاور تمام sin alpha على q يساوي لنا sin لا sin ثيتا على شنو على r sin الزاوية على الضلع المقابل له يساوي لي sin الزاوية أخرى على الضلع المقابل له هذا شنو اسمه اسمه sin law عرفنا cos law نحفظه وسين law ونحفظه شنساوي بهنا لدي دكتور راح نحتاجهم بالحل خاصة sin law تجيك أسئلة مشابهة لهذا الشكل تستخدم cos law وتجيك تريد تحتاج تحتاج تطلع alpha تحتاج تطلع theta تحتاج تطلع r عفو نعم نجي هنا شنو عندنا مثال أو خطوات الحل resolving a force along rectangular component بالrectangular component تخيل عندها قوة اسمها F هذه قوة شنو اسمها F ما إلا بالزاوية شنو اسمها theta ما إلا بالزاوية اسمها theta نتحللها إلى قوتين قوة أفقية وقوة عمودية القوة الأفقية هي من dot إلى a والقوة العمودية هي من dot إلى b شي يقول يقول fx أو oa نفسها هذه تقدر تسميها fx أو تقدر تسميها oa أنا شوية حاجة بس خلا وقف التسجيل العفو fx هي oa شو تساوي لي oa قلنا تساوينا القوة في كوساين الزاوية هذا مين جبنا جبنا من الساين لو أو من الكوساين لو هسا تبدي تحفظ أنت بفهم تبدي تحفظ بفهم نقول fx القوة الأفقية تساوينا القوة الأصلية في كوساين زاوية الدوران أو في زاوية الميل أوكي في زاوية الميل مفهوم أماني مفهوم نعم دكتور مفهوم مفهوم المجاور تربيع زاوية العمود الارتفاع هذا تربيع يعني 1 2 3 4 تربيع زاوية 1 2 3 تربيع تحت الجذر راح يطلع عندك خمسة تربيع فراح تعرف الوتر خمسة المجاور أربعة والمقابلة ثلاثة منوح هشي أنا بكتور وياها بهذا المثال عندنا قوة قيمتها F تميل عن المحور الأفقي بزاوية مقدارها ثيتا حتى نحلل هذه القوة F إلى القوة الأفقية والقوة العمودية شو نسوي نقول F X القوة الأفقية تساوي أن مقدار قيمة هذه القوة مضروبة في كوساين الزاوية كونها الكون القوة الأفقية قريبة من الزاوية فنضربها في كوساين الزاوية كوساين الزاوية شو يساوي لي يساوي للمجاور على الوتر المجاور عندي أربعة المقابلة عندي ثلاثة حتى أحسب قيمة الوتر أقول المجاور تربية زاد المقابلة تربية تحت الجذر رح تطلع لي قيمة الوتر وبالتالي أقدر أعوض عن قيمة كوساين بما يساويها وهي أربعة على خمسة فتطلع عندك قيمة F F Y شو نعسبها أقول قيمة القوة الأصلية F مضروبة في ساين ثيتا كونها بعيدة عن الزاوية بعدين أجي أعوض ما يساوي ساين ثيتا وهو المقابل على الوتر اللي هو ثري يونيت على خمسة يونيت مضروبة في قيمة F وتطلع لك إذا تقسم ثلاثة على خمسة رح تطلع لك بهذه القيمة ولا تنسى أبدا تكتب اتجاه هذه القوة F Y هي Upward Through O ترتفع بعيدا عن O خلال O وال F X To the right Through O متجه يمينا Through O نجي عندنا فكرة أخرى لقوة أخرى Resolving a force along non-rectangular component يعني هذه non-rectangular component عندي قوة اسمها F تحلل إلى قوتين قوة A وقوة B or OA and OB باستخدام sine and cosine law هنا sine and cosine law شو نقول القوة OA OA على sine theta هذه هم تحفظوا أي مثال يجيكم ب قوة بهذا الشكل non-rectangular component نقول OA على sine beta الفكرة using law of sine شي يقول يقول OA الظلع OA هو نفسه BC exactly لو تنتبهون عليه فشي يقول يقول الظلع على sine الزاوية المقابلة له على sine الزاوية المقابلة له يعني هذه beta هذه الزاوية هي بالضبط تساوي هذه الزاوية وهذا الظلع هو بالضبط يساوي هذا الزلع فما يكون مشكلة إذا قلت OA على sine هذه الزاوية اللي هي نفسها beta أو تقول BC على sine هذا الزلع اللي يساوي لنا beta شي يساوي لك يساوي لك F F على منه F على sine الزاوية المقابلة له المفروض هذه الزاوية فهذه الزاوية شو تساوي له تساوي له 180 ناقص beta ناقص alpha مو قانون مثلث رائم الزاوية شو نقول 180 ناقص alpha ناقص beta هذا قانون تحفظوه حتى تريد تطلع قيبة OA هذه القوة شو تقول OA على الزاوية المقابلة على sine الزاوية المقابلة له يساوي قيمة القوة الأصدية F على الزاوية المقابلة له على sine الزاوية المقابلة مطلوب من عندك تحسب قيمة هذه الزاوية لذلك المثلث المطروح بذلك السؤال فنجي ناخذ example على هذا الموضوع اللي شرحنا لهذه الفورس along non rectangular component شو عندي عندي قوة مائلة بزاوية 30 من المحور الأفقي قيمة 100 هذه القوة المائلة من عندها متجه من دوت إلى B إلى B اسمها Q فعندي قوة أفقية اسمها B وعندي قوة شبه عمودية اسمها Q لما أجي أريد أحسب قيمة P شلون أجي أحسبها أقول P على ساين الزاوية المقابلة إلها يشاوي 100 على ساين الزاوية المقابلة إلها P على ساين الزاوية المقابلة إلها هنا هذه هي منفسة هذه الزاوية وهذا P مهو نفسه BC إذن أقول P على ساين الأربعين ليش؟ لأنه هذه الزاوية هي تساوي هذه الزاوية تماماً بالمقدار فP على ساين الأربعين يساوي 100 على ساين هذه الزاوية الآن إذا عندي هذه الزاوية 30 وعندي هذه الزاوية 40 إذن أقول 180 مجموعة الزاوية الثلاثة ناقص 30 ناقص 40 راح تطلع عندي قيمة هذه الزاوية وبالتالي P تساوي 100 في ساين 40 على ساين المية وعشرة المية وعشرة مين أجدتي؟ أجدتي من 30 ناقص 40 وبالتالي راح تطلع عندك قيمة P هي 68.4 نيوتن اتجاه ها وين؟ تقدر ترسم ساهم وتكتب through O تقدر تكتب to the right through O نجي هنا ريت نحسب Q Q شنقول Q على ساين الزاوية المقابلة Q على ساين الزاوية المقابلة هذه الزاوية Wy IS بالضبط تساوي هذه الزاوية هذه 30 إذن هذه هم 30 فنقول Q على ساين الزاوية المقابلة يساوي 100 على ساين الزاوية المقابلة لها هذه الزاوية المقابلة لها هي بالضبط تشبه هذه الزاوية يعني هم 110 فكيو على ساين ثلاثين تساوينا مية على ساين المية وعشرة ورا تطلع لك قيمتها 53.2 اتجاهها شلون يصير اتجاهها ترسم المحور الأفقي وترسم الاتجاه مالتها وتجمع مجموعة هذه الزاويتين وتقول اتجاهها سبعين من المحور الأفقي through dot through point o through point o هذا أولا ثانيا اتجاه شي يقول يقول بطريقة أخرى اقول fx هذه القوة الأفقية fx تساوينا مية في كوساين لأنه مجاورة للزاوية في كوساين في كوساين الثيتا في كوساين الثيتا فتطلع لها مباشرة الfy مو كيو fy العمودية fy شو تساوي لي تساوي لي مية في ساين لثلاثين ما هو هي هذه القوة المية من طلقة من النقطة الأصل من الأو فمن الطلقة من الأو أنا أقدر أحللها إلى قوة أفقية وأقدر أحللها إلى قوة عمودية فمن أرد أحللها إلى قوة أفقية بما أنه هي مجاورة للزاوية فراح أضربها في كوساين ومن أتطلع القوة العمودية بما أنه بعيدة عن الزاوية فراح أضربها في الساين وتساوي لي خمسين وترسمت تجاهها عمودي ثرو أو تمام النعم ناجح اسأل يا دكتور بس ليش نخذنا الزاوية الثنينة ثلاثين إحنا مو قلنا إذا عمودية نأخذ الزاوية الساين والزاوية القريبة مالتين ليش ما أخذنا الأربعين ما فهمتك عندي سؤال عندي قوة باع عندي قوة عندي قوة مائلة من المحور الأفقي من المحور الأفقي قيمتها ثلاثين شا عليها بالأربعين آني هاي الأربعين هي ميلان ميلان كيو عن القوة الأصلية ما تفيد نهاية الزاوية فهمتني واضح دكتور واضح شكرا وفهمتك شكرا عفف فهذه القيمة خلي أرجع أسجل شكرا اتفضل رضا دكتور بس السبعين ما نجات يعني معنا ثلاثين عفيا أكيد الزاوية الدوران أو الميل مال القوة الأصلية اللي اسمها مية عن المحور الأفقي ثلاثين زاوية الدوران القوة اللي اسمها كيو عن المحور الأفقي هي ثلاثين زاعد أربعين تمام فضل بكر دكتور هساني يعني كل شي فهمت بس أكو شغلة وحدة من دا تقول قريب على الزاوية وبعيد على الزاوية هاي مدى أربط به هذي أريدك حتى تفهمها ما تنساها بشوكت أضرب القوة الأفقية وعندي أنا هذه القوة إذا كانت الزاوية منها قريبة عليها قريبة عليها تضرب في شنو كوساين الزاوية مو القوة الأفقية تساوي 100 في كوساين الزاوية ولكن إذا كانت الزاوية من هذه الجهة مو من هذه الجهة البعيدة عليها فتضرب في internationally تفهمتني هذا كل اليوم أقول لك يا رب. ماشر. الترويسة عمودية. عمودية هي عمودية. ما بها زاوية. هي عمودية يعني. هي الساين ما لتاوي الساين يعني. هي عمودية. نحن نحكي كلها على أفقي. نحكي قوة أفقية عندك العفو مائلة. كل قوة مائلة تجيك بزاوية معينة. لازم تحللها. تطلع لها القوة الأفقية. وتطلع لها القوة العمودية. إذا جيتك القوة أصلا عمودية. ما تحتاج لها تحليل. تمام. صحيح يقول لنا piratey. ايا يا ربين. او مش lleg regulation. قوه يديكaboutان ويص في لابه القاعدة. عندي هذه الحلقة. اللي مجلبه بجدار. او مجلبه ب resolvingsi. يعني Am Diffic 임ة. هذه اولا. ثانيا متعرض اللى القوة. الا القاعدة. قوة بها point of effect بها نقطة تأثير وبها اتجاه يعني بها ميلان وبها قيمة إذن هذا mechanics of solid. شي يريد من عندي يريدني من عندي أحلل هذه القوة إلى قوة أفقية horizontal قوة عمودية vertical فأني راح أجي بإيدي أجر خط أفقي أسمي FH horizontal force وأرسم خط عمودي أسمي شنو? vertical force vertical force أنا شنو عندي? عندي هنا مائل وراسم لك مثلث وكاتب لك بالخط الأفقي بثمان وحدات وخط عمودي شقد بخمسطعش وحدة أول شغلة تروح تسويه تحسب الواتر تقوله ثمانة تربية زائد خمسطعش تربية تحت الجذر شقد راح يطلع عندك? راح يطلع عندك سبع طعش إذا واحد يما هسا كالكوليتر يروح يجربها هتطلع يما سبع طعش إجينا نريد نحسب القوة الأفقية شنقول نقول FH تساوينا قيمة القوة في ثمانية على الواتر وتطبع لك القيمة وتكتب تذرأي تترؤي اتجاهها لا تنسون اتجاهها على درجة ما تخل اتجاهها ما تاخذ درجة قيمة القوة العمودية شتساوي لي قيمة القوة في خمسطعش اللي هو عدد الوحدات الموازئ ليه خمسطعش على شنو؟ على الواتر القوة الأفقية هي قيمة القوة مضروبة في ثمانية على الواتر والقوة العمودية هي قيمة القوة الأصلية مضروبة في خمسطعش على الواتر لدينا مثال آخر يقول حلل القوة اللي مقدار همية إلى مركبات الأفقية المكونات الأفقية والعمودية if the value of theta are as following يعني احسب لي القوة الأفقية والقوة العمودية لهذه القوة اللي مقدارها مية عندما theta تساوي لي 22 دقري وعندما theta تساوي لي 132 دقري خبرا هذا كل الشهد يعني نفس الحل راح نهلا مرتين نقول FH القوة الأفقية FH القوة الأفقية الثيتا مننا والFH مننا فش نقول FH تساوي لنا قيمة القوة في ساين ثيتا وتساوي لنا مية في ساين الـ 22 وتطلع لك هذه القيمة وتكتب الاتجاه مالتها وتكتب through which point وهذه الوحدة مالتنا نيوتن الوحدة مالتها نيوتن إذا نريد نحسب القوة العمودية فش نقول القوة العمودية FV تساوي لنا مية قيمة القوة مضروبة في كوساين ثيتا مضروبة في كوساين ثيتا ليش؟ لنبعه شون هالمرة قوة العمودية صارت في كوساين مو في شاين ليش؟ لأن القوة العمودية صارت الزاوية قريبة عليها والقوة الأفقية صارت الزاوية بعيدة عليها قبل شوية أحد الطلاب سألني وجاوبته وهس هذا المثال أكد لها الجواب FV تساوينا مية في كوسين ثيتا وتساوينا مية في كوسين 22 وتطلع لك هلقيت قيمتها بل نيوتن لأن قوة المية كانت بل نيوتن وتكتب اتجاهها وثرو ويتش بوين هسه نجي بدل ما كانت ثيتا 22 راح نخلي ثيتا 132 دقري وراح نقول F تساوينا مية ساين بدل ما 22 ساين 132 تطلع لك القيمة وتكتب اتجاهها وتكتب ثرو ويتش بوينت اي FV تساوينا مية كوسين 132 تطلع لك قيمتها بالاشارة السالبة وتكتب اتجاهها لفوق ثرو اي اريد اسأل سؤال انا اريد اسأل سؤال الي يجاوب يقدر عارف يجاوب يرفع ايده ليش طلعت عندي هنا القيمة سالبة ليش خلت لها اشارة سالبة وراح نشرح هذا المثال يقول رسولة 500 نوتون فورس انتو 2 كومبونت شي يقول السؤال رسولة 500 نوتون فورس انتو 2 كومبونت جداً فورس حلوه الفورس موازى جداً جداً عمل 500 نوتون فورس انتو 2 كومبونت وهي جيدة هنا وهي جيدة هنا ماذا ستكونونها يقول عندي قوة قيمتها 500 كمبوننت هذه يحللها مركبين أريد وحدة موازية للاي بي تحللها موازية للأي بي فأنت راح ترسم أول شي راح ترسم الخط الأي بي وراح ترسم القوة هذا الخمسمية راح أجيبها سقط على هذا الخط هو شي يريد يريد قوة موازية للأي بي فأنت راح ترسم هذه البي المجهول الأول المجهول الأول بعدين شي يريد يريد وحدة عمودية على الأي بي فراح ترسم قوة عمودية على الأي بي من نقطة التأثير من نقطة التأثير زيان ترسم نقطة وتسميها N أو تسميها أي شيء وهي المطلب الثاني هسه شنو أنا عندي عندي هذا السطح المائل مائل بشنو مائل بأربعة إلى ثلاثة مائل بأربعة إلى ثلاثة أجي أريد أحسب قيمة ال-P أنا عندي قوة عندي هذا القوة 500 وعندي هذا ال-P ال-P مو قلنا تساوي ساين ال-P تساوي قيمة القوة مضروبة في ساين على قيمة الوتر وتساوينا أربعمية القيمة ال-P تساوينا قيمة القوة في ساين ثيتا اللي هو شنو هذي القوة عندك هذي القوة تجيب هذي الثلاثة تخليها هنا تخيل أنه الثيتا هنا رسول the 500 newton force into component into two component إلى مركبين واحد من عدهم parallel لهذا السطح ال-AB واحد منهم عمودي على هذا السطح ال-AB فعدنا هذه القوة اللي هي 500 newton نجي نرسم السطح مالتنا ال-ACB نجي نرسمه ونجيب القوة مالتنا من نقطة تأثير إلى نقطة اللي هي نقطة C أجي أرسم القوة اللي مقدارها 500 أجيب المطلب الأول مالت يقول أريد قوة موازية إلى هذا السطح فرح أخلي قيمة هذه القوة وأسميها P وأجي للقوة أخرى من نفس نقطة التأثير ولكن عمودي على السطح A-B فرح أجي أرسم هذه القوة وأسميها N عندي عندي الميالان السطح هو 3 إلى 4 وعندي القانون عندي مال القوة الأفقية يقول P تساوي أنه 500 في ساين ثيتا وساين الثيتا مالتي هو 4 إلى 5 5 أكيد عرفنا من جبناها اللي هي قيمة الوتهر اللي جاي من 3 تربيع زائد 4 تربيع تحت الجذر فرح تطلع عندك هذه القيمة وكون متأكد أنه تكتب اتجاه القوة اللي هي P تجيب هنا وتكتب زاوية الميالان بعدين متر تجي تحسب قيمة N تجي تخلي N وتقول 500 في ساين ثيتا وسطلع 300 نيوتن راح أسأل ما عد الجبالي لبناء راح أسأل لبناء ليش من خليني اتجاه القوة P خليني الثلاثة بالاتجاه الأفقي والأربع بالاتجاه العمودي نفس الشي أو أنا راح أقول لأنه موازية للسطح بس ليش من إجينا خلينا زاوية الميال على القوة N قلبناها صارت كان قبل شوية لثلاثة أفقية هسا صارت ثلاثة عمودية قبل شوية كانت الأربعة عمودية هسا صارت الأربعة أفقية شي يقول بهذا السؤال يقول نفس هذا السؤال تقريبا يقول عندي قوة مقدارها خمسمية هذه قوة مقدارها خمسمية حلليها إلى قوتين يريد وحدة بموازات هذا السطح بموازات هذا السطح and the other horizontal والأخرى يريدها أفقية أفقية من نقطة التأثير أفقية من نقطة التأثير بالامتحان يرسم لكم هذه الخمسمية ويرسم لكم هذا السطح AB أنت رح ترسم هذه القوة وأنت رح ترسم هذه القوة زيان إحنا هذا ما ذكرنا بقانون sign law الذي أخذناه فوق الذي نقول هذه القوة L لدينا زوايا زاوية ألفا ثيتا زاوية عمودية فش نقول قيمة L على الزاوية المقابلة لها تساوي قيمة القوة الأصلية على الزاوية المقابلة لها تمام الزاوية المقابلة L على ساين تسعين عندك خمسمية على ساين ثيتا خمسمية على ساين ثيتا L تساوي أنه خمسمية في أربعة على خمسة منه آخر طالب سألني آخر طالب سأل أرجع أعيد بصورة سريعة هنا ما نقول من تشابه المثلثات L على ساين الزاوية المقابلة لها يساوي أنه قيمة القوة الأصلية على ساين الزاوية المقابلة لها L تساوي خمسمية في ساين الزاوية ساين ثيتا تطلع لك القيمة ستمية وخمسة وعشرين وتخلي الاتجاه مالتها وتخلي زاوية المالتها وتكتب ثرو سي هس يجي يريد يحسب الاتج نفس الشي راح نقول تماما اج على ساين الزاوية المقابلة لها اللي هي هذه الزاوية بما أنه هذن الزاويتين يسموه متقابلتين أو سامثنج فنقول اج على ساين بيتا يساوي خمسمية على ساين ألفا وبالتالي اج على ساين بيتا هو ثلاثة على خمسة وساين ثيتا هو أربعة على خمسة وتطلع عندك قيمة ايش وتطلع عندك القيمة النهائية بلنيوتن وتكتب ثرو سي تمام شباب هذا مثال آخر قلت لكم قبل شوية أحيانا ينطيك قوة أفقية ويرد من عندك القوة الأصلية أو ينطيك القوة العمودية ويرد من عندك القوة الأصلية يقول لك إف ذا هوريزنتل كومبوننت أوف أف إز سيكستي كيلو نيوتن إذا القوة الأفقية لقوة الأصلية هي ستين كيلو نيوتن متجهة إلى اليمين ثرو أو أحسب لي أف واي وأحسب لي أف بكل بساطة راح أقول لأف أك تساوي إن أف كوساين ثيتا تطلع عندك هذه القيمة وتخلي اتجاهها وقيمتها تمام ومن طلعت عندك هذه القوة الأف الأصلية فتروح من خلالها تطلع قيمة الأف ويطول شوية راح أترك لكم تقرو كل ما بيه الفكرة مالتة أنه تجمع هذن القوة أو المتجهات بنقطة معينة وكل وحدة بيها ميلان مختلف وعندك زوايا لكل واحد فراح كله تشتغل تشابه مثلثات وتطلع القوة بسيط جدا ولكن طويل وداركني الوقت لأنه خليتوني يعيد المحاضرة من البداية وعندك هذا مثال آخر هم سهل أنه عندك قوة على مستطيل القوة مقدارها F هذا همينة تشابه مثلثات عندك لهذا السطح ميل ولهذا السطح ميل فتقدر تحسب من عنده FB وFH فراح أترك لكم هذا السؤال وهذا السؤال وهذا السؤال اللي هو أسهل واحد للمنزمة بس ابقيني خوف لأن بصورة سيارات هذا كل اللي عدنا اليوم أتمنى أتمنى أنه تكون المحاضرة واضحة وبسيطة وسلسة